بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله عزائي الطالبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم إن شاء الله راح نتحدث عن شخصيات مسرحية أديباس ونبدأ بشخصية البطل وهو أديباس the protagonist of the Odebus king and Odebus at the colon Odebus becomes the king of Tepas before the action of the Odebus king begins he renowned for intelligence and his ability to solve riddles he saved the city بعد الأحداث اللي صارت يفضل لأن تشوفون القصة بالبداية هذه هي شخصية Odebus لازم تنقري وتحفظ هذه الأشياء باللغة الإنجليزية والفهم باللغة العربية راح نجي على جوكاستة طبعا جوكاستة هي أم Odebus Odebus wife and mother هي أمه بزوجته and Kiryoun sister وهي أخت Kiryoun جوكاستة appears only in the final scenes of Odebus the king ظهرت في آخر المشهد مشهد الكينغ in the first words في بداية الكلمات في بداية القصة she attempts to make a peace between Odebus and Kiryoun بالبداية كانت تحب تسوي علاقة طيبة ما بين Odebus و Kiryoun bleeding with Odebus not to punish Kiryoun طبعا قالت لأرجوك لا تعاقب Kiryoun فكرة Kiryoun ليش راضي عاقبة لأنه إحنا ذكرنا بأنه Odebus صار ملك لمدينة طيبة وهنا اللي صار أنه صارت انتشر مرض الطاعون والناس جثث بدت تنتشر فيردون يعرفون هذا السبب فجاء Odebus قال الكريون قال له روح لي روح لي على ديلفي معبد ديلفي تشوف لي شن السالفة قال له يا بتر السالفة هيشو هيشي وقاتل أبوك هنا فجابه عرافة وهذا العرافة ما حش الحقيقي يخاف أو قال لك ما حد رح يصدقني و Kiryoun يعني شلون كان يدافع للعرافة فهنا اتهمة قال أنت والعرافة متفقين علي أكوفة تسر بيناتكم يعني فلذلك هي حاولت أن تنقذ Kiryoun هذا أخوها حاولت أن تنقذ من أبنها مو اللي هي كانت تحتقدة زوجها طبعا عدنا الأنتي جون اللي هو الأنتي جون اللي هو الـ الـ ابن أوديباس وجو كاستي ذيرفور بوث أوديباس و داولر و سيستر أندو كايت أبنى طبعا أبناء أوديباس ما لهم ظهورة قوة بالمسرحية يعني أوكي إحنا نقراهم ولكن نطلع عليهم الطلاع خفيف يعني ما نركز عليهم التركيز كبير لأنه ما عليهم الأحداث الشخصيات الأساسية والمهمة واللي لازم ركز عليها جدا هو أوديباس جو كاستي هذه الشخصات كيريون أيضا من الشخصيات المهمة في المسرحية أوديباس براذر إن لو هو في الحقيقة يعني أخ جو كاستي و يظهر في المسرحية عندما يبعثه أوديباس كما قلنا عندما أوديباس يسرعه إلى ديلفي لأنه يريد أن يتعرف لماذا هناك الكثير من المسرحية في المسرحية لذا هذا ما حدث لكيريون و كان مرحبا في بريطان كان بسجن لأن أوديباس قلت أن أن تخدعني مع العرافة 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 عفوا طيب هذا أذول أبناء أوديباس يعني مو كلش نركز عليهم نطلع عليهم الطلاع يعني عدنا تريسيوس لا تريسيوس مهم هذا العرافة اللي قال أوديباس اللي كان أعمى وقال أوديباس يعني قال ترى أكو أكو يعني حس أكو شيء عدنا شبا لأن تريسيوس يعني ما يعني أخبر ما أخبر شن السبب يعني بس ما أخبر ما أخبر شن السبب بتريسيوس لدينا أيضا هيمون واحد من أبناء ديباس طيب ننتقل أيضا إلى الكورس الكورس هم الجوقة يعني يعني أشخاص الذين يتفاعلون أو يعلقون على الأحداث الكورس هم الأشخاص الذين يعلقون على الأحداث مثل ما ذكرنا وهم دائما يظهرون ببداية الكلام شايفين مرات فيديو أو فيلم أو شيء أو مثلا فلان كارتون أو كل شيء يعني تجي بمقاضى على فلان كارتون يقول له وذهبتهم إلى صديقه لكي هذا الكلام اللي يعلقون هم ذول نسميهم إحنا الكورس انتهت هذه محاضرتنا وطبعا هذا هو الشخصيات هذا هو ديباس شكلة يعني هذا هو رأس هذا الأقرع هذا اللي نقول عليه إحنا اللي شواف خلو نقول عليه كيريون هذا لايوس لايوس الملك الكبير هذوله بوليباس ومريباس بوليباس ومريوب مريوب هذوله الأشخاص اللي راح عليهم يعني هو أصلا جاء منا بعدين يعني راح عليهم هذول أخذوه صار لهم يعني ولكن هو ما يدر بيهم مثل ما ذكرنا إحنا شخصيات هذني جدا مهمة ومرتبة إن شاء الله فهمتوها أي سؤال أو استفسار إحنا حاضرين قبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة